أهلا بكم تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك راني العبدالله جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022 وجاءت الجائزة التي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع صرح زايد المؤسس في أبوظبي تقديرا لجهودهما المبدولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي وقد أعرب قداسة البابا فرانسيس عن سعادته بمنح الجائزة لما لهما من دور رائد في تعزيز قيم التعايش والحوار ومكافحة التمييز وتمكين الشباب والنساء ودعمهما لقيم الأخوة الإنسانية هذا وتبرع جلالتهما بقيمة الجائزة لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة